موسيقى السلام عليكم إلى برنامج قالت الصحف ومن دون إطالة ننتقل إلى أهم العنوين الصحفية الصادرة اليوم في جزائر وبعض العواصم المغاربية والبداية بيومية الفجر الجزائرية التي عنوانت صفحتها الأولى بحمروش يكسر جدار الصمت في انتظار الخطوة التالية حمروش كذلك تصريحات حمروش بالأمس تصدرت الصفحة الأولى ليومية البلاد وتقول حمروش يخرج عن صمته وتقول أيضا رجل إصلاحات لن يترشح للرئاسيات إذا ترشح بوتفليقة عنوان كذلك فرعي الوزارة تسرع لإنقاذ الموسم من شبح السنة البيضاء في إشارة إلى إضراب الأساتذة الذي يدخل أسبوعه الثالث الآن الخبر الجزائرية من جهتها تقول بأن على لسان حمروش سأترشح ما لم يقدم النظام مرشحه الشروق اليومي كذلك تقول حمروش يتكلم وتقول أيضا لكل أزمة ضحاياها وفرصها فلنستغيل فرصها ونتفادى ضحاياها وهي الخاتمة التي ختم بها مولود حمروش بيانه أمس حوض الوضع في الجزائر جزائر نيوز من جهتها كذلك عنوانت صفحتها الأولى وبالكامل أيضا بحمروش يلتقي سرا بحاشية الرئيس ويتصالح مع العسكر وتقول بأن تلاحظ كذلك بأن توقيت بيانه كان بمثابة قنبلة ليبرتي كذلك طلعتنا بنفس العنوان تقريبا مولود حمروش شور دوساء غزاغف أي أن مولود حمروش رئيس الحكومة السابق في التسعينات يخرج عن تحافظه وكذلك عنوان ثاني أيضا إسعد ربراد غسي لليزي وإسعد ربراد هو مالك سيفيطال في الجزائر وأحد أكبر المستثمرين الخواص في الجزائر قد استقبلها في لليزي وهو مقر الحكومة الفرنسية إلى جانب أرباب عمل ومستثمرين آخرين لسوار دالجيري من جهتها عنوان صفحتها الأولى حمروش بوز سي كونديسيان حمروش يدعو شروطا لترشحه لرئاسيات المقبلة وهو كما قال أو كما قالت كذلك الخبر بأنه لن يترشح إذا تم تقديم مرشح عن النظام حمروش يخرج عن صمته وهو كما قلت تقريبا نفس العنوان تلعتنا به معظم الصحف الجزائرية الخاصة الصادرة اليوم الإكسپرسيون من جهتها حمروش يدخل في الحلبة من خلال حلبة كما تشير الإكسپرسيون حلبة الاستحقاق الرئاسي المقرر في أقل من شهرين الآن الوطن لابيل دو مولود حمروش تقول نداء مولود حمروش كما قلت وعنوان صغير كذلك للمقال وهو الأزمة في الجزائر أهلا بكم ثانية ولإطراء بعض هذه العنوين والموضوعات التي تم تناولها في الصحافة الجزائرية اليوم يحضر معنا الإعلامي والكاتب الجزائري صالحي سليم أهلا بك في قارة الصحف حمروش سكت ظهرا وعندما نتقى الجميع ينصت ويتصدر صفحات الأولى كيف كان وقع تلك ذلك البيان المكتوب كذلك في الصحف الجزائري اليوم أرسال بكم مشاهدين الكرام طبعا الصحيفة تركز على الحدث الأكبر والحدث الأكبر كان رسالة أو بيان ملود حمروش كما تلاحظ يتصدر عنوين أو الواجهة الأولى للصفحات الأولى في الصحف الجزائرية تقريبا كلها بعنوين مختلفة هناك من جاءت واصفة أو معطية للخبر وتربطه بسكوت الرجل لمدة معينة فتجد حمروش تقريبا منذ 1999 يعني أخر مرة ترشح فيه الرئاسيات ونستحب رفقة لكن كانت كان بعض الإسهمات لكن قصيرة لكن كلها كانت حمروش يكسر جدار الصمت حمروش سور دي ساري زيرد حمروش بريك لسيلانس أيضا فيه فقط بعض ثلاث جرائد التي حاولت أن تعطي ما يسمى أسبق أو عنوان مغاير وأنا أذكر الجزائر نيوز التي تقول أن حمروش يلتقي سرا بحشية الرئيس ويتصالح مع العسكر ثم هناك عنوان الخبر التي جاء مختلفا عن عنوان أخرى لم يكن واصفا لخرجة حمروش بقدر ما أتى بالجديد عنوان الخبر سأترشح على لسان المرد حمروش سأترشح ما لم يقدم النظام مرشحه وهو مرخص لزيارة بعض الصحفيين لبيت حمروش حتى يسلمون البيان وعلى رأسهم مدير الصحيفة شريف رزقي لسور درجيري أيضا حاولت تعمل قراءة في البيان وتقول حمروش بوز سي كونديسيون غير ذلك كانت العنوين العنوين الفرعية كانت مهمة جدا مثلا لو تأخذ ليبرتي ليبرتي في العنوان الفرعي حاولت تعمل قراءة ربما مختلفة عن قراءات أخرى لأن كل الصحافة تقول أن البيان حمل إشادة بالمؤسسة العسكرية ليبرتية الوحيدة التي تقول كريز بوليتيك أتاك كونتر لارمي أن هذا البيان يحمل وصف لكريز بوليتيك ونوجي ويحمل أيضا ديز اتاك كونتر لارمي هذا ملفت لي النظر في جريدة ليبرتي الوطن أيضا ألا إفوكي لمو كريز وقالت في العنوان الفرعي كريز بوليتيك وبعد ذلك جاء العنوان الكبير مرتبط بكريز بوليتيك سأشرح هذا الأمر أيضا الإكسبريسيون كان لها عنوان فرعي مهم مرتبط تقول هذا أيضا مهم للفهم ما هي الرسائل ربما التي أراد أن يبعث بها إذا كان هناك أزمة هل الرسائل التي بعدها الحن أم هي تزيد التعقيد أولا الوصف الوصف أن رسالة حمروش كل الصحف تقول رسالة حمروش جاءت لأنها مرتبطة بأزمة سياسية في البلاد يعني نظام بوتفليقة أدخل البلاد في أزمة حادة كانت تقتضي خروج بن فليس وخروج حمروش كبداء الجدية ما يسمى بن قوسين بداء الجدية لهذا النظام لمرحلة انتقالية لأن كلاهما كان فيه كذلك البيان ربما كذلك لثلاثي بن يلس والإبراهيمي الكل مربوط برجال جديين يريدون تقديم حل مرحلة انتقالية من خمس سنين يعني حمروش يحكي على خمس سنين بن فليس يحكي على خمس سنين والثلاثة أيضا يتكلمون عن مرحلة انتقالية لأنه هناك إحساس داخل منظومة الحكم سواء اللي فيها ولا اللي مربوطين بها من الخارج كابن فليس أو بن بيتور أو حمروش أنه الأمور بغاية الدقة والحساسية والخطورة وأنه الصراع داخل الأجنحة أخذ منحة غير تقليدي في الجزائر لأنه كل الصراعات داخل منظومة الحكم من قبل 92 كانت تسوى في دوليب السلطة وكانت هناك تقاليد حكم وما كانت تنشر يعني دقائق الصراع على صحف الجرائد إذن هناك اتفاق على أن الحالة حالة أزمة وهي استدعت الرسالة ثم هناك نقطة ثانية ركزت عليها تقريبا معظم الصعب أن الرسالة بقدر ما هي واضحة في هديمي الصاش كودي إذا كان نختصر فقط رسائل تلك كي نمر إلى محور ثاني لأن تتصادف هذه الرسالة ورسالة بن فليس كذلك مع يوم الشهيد في الجزائر وهو ذكر يعني احتفلوا بها أكيد إن في دروت هم تفقوا أن هذه إن في دروت أولا تقول بأن الوضع حساس ثم رسالة تطمينية لمؤسسة العسكر رسالة تطمينية لمؤسسة الرئاسة ورسالة مطمئنة للمعارضة ما هو البديل إذن لأن الجميع رسالة تتفق على تشخيص الأزمة ككل لكن كيفية الخروج منها هو حمروش في هذا البيان أراد أن يعطيهم إن في دروت ونوفر دوساليس أنه أنتم وصلت البلاد لواحد المأزق كبير جدا وأنا البديل سأقدم نفسك كبديل إذا لم ترشحه إذا أردتم فترة انتقالية حقيقية وتوافق وطني هو تحدث عن توافق وعن حوار وطني أيضا فأنا أقدم نفسك كبديل بشروط معينة وواضحة وضحة البيان وهو أعطى الرسائل المنطمئنة وطوق نجاة سموه بعض الإعلاميين طوق نجاة للجميع لأن الجميع الآن في أزمة هل يحقق مرشح الإجماع الذي الجميع يتوافق عليه البعض على سبيل المستواثي على سبيل المثال يقول بأنه هو سبب الرداء أحد المتسببين في الرداء في الجزائر ربما أنا لا أتفك معه لا ولكن فيها البعض ربما شخصيات كذلك لا توافق عليها هل يحقق على سبيل المثال على مستمى الشعبي إجماعا معين لأنه معروف برجل إصلاحات في التسعينات لم يتم ثلاثة نواة التي طلبها أنا نقرأ لك شخص موجود في الصحف ليس رأيه الخاصة نعطيك بعدين تحليل الوضع لكن هناك توافق أنه رجل مثل بن بيتور أو بن فليس وخاصة بن فليس و بن بيتور يعني عادى الآخرين هذان الرجلان يستطيعان إحداث التوافق لأنه التغيير في الجزائر هنا كمان يطرح أنه مش ممكن يحدث بطريقة الثورة الشعبية لأنه كثير معطيات غير متوفرة ولا عن طريق الانقلاب العسكري لأنه ظروف غير متوفرة وغير متاح وما فيش ليفرض هذا الشيء فالطبقة السياسية المعارضة مش قادرة تعمل حتى تفرض التغيير إذن الكل متفق فقط جملة أنه يجب أن يكون هناك طوق نجاة لهذه المنظومة حتى تفوت لمرحلة انتقالية ويحدث التغيير السلس من داخل النظام وبالتالي يطرح اسم مثل حمروش أو بن فليس كلاهما تعدى السبعين وكلاهما لا يريد أكثر من عهدة واحدة وكلاهما تحدث عن مرحلة انتقالية تسلم السلطة إلى جيل جديد كما ربط هذا الموضوع بموضوع آخر كذلك وهو يوم المجاهدين يعني أنت تقول بأن التغيير من داخل النظام يعني في ذكرى يوم الشهيد يوم الشهيد اليوم الشرعية الثورية لا تزال هي الحاكمة في اليزائر كل مؤسف يعني وكل تعرف كل الذين يكتبون في صحف الجزائرية من الشباب ربما رؤساء التحرير ربما يبرغوا 40 سنة والفوق لكن الكتاب وصحفين النشطين هم من أقل 40 سنة الجيل الجديد الجيل الذي يتحدث عن وجوب الانتقال من الشرعية إحداث قطيعة وإحداث شرعية شرعية الصندوق شرعية الشعبية شرعية الكفاءة شرعية العدالة شرعية يعني دولة الدستور والقانون ولذلك تلقى هذا الصراع بين مكسرع أجيال لكن التحذير من هذا جيل الثورة هناك من يعطي قراءة أنه هناك من الخيرين من جيل الثورة وهناك من يصف مولود حمروش من هؤلاء بن فليس من هؤلاء بن بيتورو إن كان الشاب عليهم لكن يبقى أنه من هذا الجيل الذي يتحمل المسؤوليات فيه بعد الاستقلال أنهم هذو يريدون فعلا أنه يعطيوا خدمة أخيرة خدمة أخيرة لهذه البلاد أنه يشاركوا على الأقل في مرحلة الانتقالية لأنه حالة التعفن السياسي وحالة الفشل الاقتصادي والتدهور الاجتماعي أيضا وكل القطاعات وشوفوا القطاع التربية وشرف صغير ربما دافع بهذا الناس أنه يخرجوا للعلن ويقولوا ستب نعم هذا يحينا كذلك إلى سؤال حتى هذا النظام لم يجد بدائل أو من يسلم له المشعل بعد خمسين سنة وأزيد لازلنا في نفس الوجوه التي شاركت في الثورة هي التي تقود لمرحلة انتقالية أخرى نزلنا في المؤقت والمؤقت وانت تقرأ المقالات اليوم وأمس كلها ربما تصب في هذا الإطار أنه الفشل فشل منظومة الحكم وفشل فترة بوتفليقة لأنه فترة 13 14 سنة لحد الآن وعملية إفساد للمنظومة السياسية الأحزاب المعارضة الجمعيات الجمعيات المجتمع المدني يعني رشوة كل الناس وخلق طبقة من المشامشية اللي صاروا هم لباترونا وهم للسينديكا سيدي السعيد والجماعة ثم هم على رأس المنظمات الجماهيرية يعني منظمات الطلبية ومنظمة شبابية وكذا هذه كل خلقه زمرة زمرة مطبلة للنظام مستفيدة من نظام دائرة بالنظام بالسلطة أقصد ومستفيدة ماليا من مال الشعب برشوة رشوة حقيقية لها الناس فعملية إفساد للمجتمع برماته طبعا النخبة الحقيقية ما تلقهاش النخبة نظيفة ما تلقهاش ولكن الناخب على سبيل المثال الناخب الآن الجزائري هل هو مستعد لأن يحدث القطيعة مع هذا النظام ككل أم أنه سوف يواصل في نفس الدرب في نفس الذي سلكه منذ عشرية أو ثلاثة حتى الناخب المجوه التي رأاها خلال هذه الثلاثين سنة الأخيرة لا تزال هي في السلطة نعم هم يحكيوا على الشعب وعلى الناخب الناخب هو كتلة واحدة الناخب هم مجموعة أفراد الشعب وهم طبقات وتوجهات وكذا حتى يتشكل وعي جماعي عند أي شعب ما بضرورة تغيير وتلقى مثلا أنه يخرجوا لك في دولة يخرجوا لك 100 ألف 200 ألف يعملوا لك اعتصار مثلا أو اللي هي الطبقة الزبدة من نشطين ومناضلين لحقوق الإنسان مثلا وكذا هذه تحدث لم يكن في عمل نضال وفيه جو من الحريات وفيه نخبة ووعية تلتقي بالجماهير وتوعيها وكذا احنا عندنا كتلة ناخبة يعني أفسدوها أيضا مزال ومازال يحكي لا سيستاني يعني لا سيستاني الاتكان الوصاية ومازال الشعب الجزائري يقبل خطاب بنت سلال أو يحيا اللي يقول له ما تتبعنيش رح ترجع للمحشوشة ما تتبعنيش ترجع لأخر وحنا شفنا ويحيا وكان يحكي في الانتخابات الشرعية اللي فاتت بهذيك الوقاحة السياسية ثم سلال أيضا أو الأمس من ميناء وين يذكر الشعب الجزائري أنه كان ما يخرش الربعة العشية والإرهاب وأنه كانت الخير بوتفليقة اللي جابنا السلم يعني عملية مقايضة للشعب أنه ما تتبعش ما تتبعش شرعني الحموس ربما رجعوك للوقت اللي ما كنتش تخرج فيه على الساعة خامسة وبالتالي حتى مطالب مطالب الشعب تكون متدنية يعني ما يقول ليش يطالب الحريات وما يقول ليش يطالب حقه في الصندوق الحور والعدالة وكذا واللي ما طالبه أنه فقط تعطيني الأمن وما تقتني وما عليش يتمرمد على الربعة تاعة الصباح لشان باه على جارش كاراته أحليب أو مازال المواطن الجزائري يجري طول النهار كيف يحقق قوة تعولاده وأنت تعيش في بريطانيا وتعرف أنه هذا الأمور غير موجودة المواطن البريطاني السكن والحد الأدنى من المعيشة مضمون قانونيا إذا أنت يا إما تخدم وما عندك صالار يكفي أو أنه أنت تبحث عن عمل لكن مازال ما لقيتش في فترة معينة تأسد شهر الدولة تسلقك لك السكن ودولة تعطيك المينموم لتعيش بها أو لكن كذلك دخل ربما بريطانيا أو أي دولة أوروبية يعني يفوق عشرات المرات تدخل الجزائر أو أعود ربما إلى هذه قضية سيستم أعود ربما كذلك أعود إلى إضراب الأساتذة في قطاع التعليم يعني الأسبوع الثالث الآن سنة بيضاء يعني حتى الآن يعني الوزارة ربما تسارع تقول البلاد على السبب المثال لإنقاذ الموسم من شبح السنة البيضاء يعني السنة البيضاء كانت تلوحه منذ أسبوعين الآن يتحركون ووزير تربية على السبب المثال يقول منذ أسبوعين كذلك بأن المشكل خارج إطاره الآن عشر وزارات على الأقل يعني على صلة بهذا الملف فيه فيه اتفاق وكل لا يمكن تكذيب كل ما ييجي في الصحافة الجزائية هناك هناك عملوه الصحفيين وراحوا للوزارة وشافوا وزارات وصية مرتبطة بهذا الشأن وكان هناك إجماع في الصحف الجزائية أنه هناك إخفاق في تسيير هذا الملف ولونا هذا الإخفاق من طرف الحكومة على الأسر وزير تربية لمدام هذا الإضراب من ثلاث أكبر نقابات متعلقة بالتربية للأسبوع الرابع وأصبح يهدد التنميذ بسنة بيضاء الآن البارح واليوم يحاولوا كيف يتسرعوا بأوامر علية كيف ينقضوا الموقف هناك موفيجستيون فلاقرون والوزير يقول الموضوع ليس مرتبط بالوزارة صحيح في بعض المشاكل مرتبطة بوزارات أخرى وبوزارة المالية وبقرار الحكومية أيضا لكن هو يخرج ويقولها أو يستقيل يستقيل من الوزارة إذا كان هو يعرف أنه كين أندوسي كين في باميتريزي هو تابع الوزارة التربية وقالوا له أن هذا عذر ربما أقبح من دم ربما الوزارة أو الوزارات أو الحكومة كذلك سوف تسريع إلى لملة مت ربما ملفات أخرى كذلك قبل انتهاء موعد تسليم 28 من الشهر الجالي تسليم توقعات الترشح لرئاسية المقبلة شكرا لك سيد أستاذ سليم صالحي على هذه الإضاحات وينضم إلينا غفران حسيني المراسلون من تونس لإيفاءنا بأهم العنوان الصحفية التي وردتها الصحف التونسية اليوم تفضل حسيني أهلا زميل وبكل مشاهدي قناة المغاربية مواضيع التي تناولتها الصحف التونسية صادرة اليوم الثلاثاء الثامن عشر من فيذي ألفين واربعة عشر لم تبتعد كثيرا عن موضوع الأحداث التي جدت منذ يومين بولاية منوبة في الشمال الغربي التونسي وما تبعها من أحداث عنف وإرهاب وجهة قوات الأمن هذا موضوع تناولته الصحف التونسية أبرزها هذا اليوم لكن تصريحات بعض جنرالات الجيش في وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة تلقي بذلالها على المشهد الإعلامي في الصحافة وتثير جدلا واسعا وردود أفعال لدى السياسيين من هذه التصريحات التي تناقلت أهم الأحداث التي جدت في أيام الرابع عشر من جوم في 2011 حيث علقت الشروق على هذه تصريحات الجنرالات الأخيرة كتبت تحت عنوان تجاذبات هنا وتصريحات هناك وحملات انتخابية قبل الأوان حيث اعتبرت الصحيفة أن هذه التصريحات مقصودة في هذه الفترة بالذات التي تعيش فيها البلاد على وقع تقلبات عديدة وتستعد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية الضمير أعادت ملف مساهمة الإسلاميين في الثورة للضوء ماذا تعني تصريحات الجنرالين رشيد عمار وشبير عن عودة زعيم حركة النهض الغنوشي واختطاف طائرته أيام الرابع عشر من جامفي حيث اعتبرت الصحيفة أن هذه التصريحات تأتي لتدعم موقف الإسلاميين أمام الذين يتسألون عن مشاركتهم في الثورة التونسية ودورهم المحور في دفع أحداثها تسألت أيضا افتتاحية الصباح في هذا الموضوع بالذات عن ماذا يمكن أن نجن الآن من القراءات التي تقلل من قيمة الغضب الشعبي ومن دور التونسيين في اقتلاع الديكتاتورية في نفس السياق كتبت افتتاحية الشروق أن هناك من يسعى ويعمل على توظيف ما حدث وجد أيام أربعة عشر من جامفي الصريح بدورها تسألت في مقال تحليلي بينما تظل أحداث الرابع عشر من جامفي لغزا متواصلا جنرالات صمتوا دهرا فهل نتقوا بالحقيقة حيث أشارت الصحيفة أن ما عصف بالتصريحات في هذه الأيام هو تلك الروايات المتضاربة التي فتحت الباب لقراءات وتحاليل متعددة ويبدو أن حقيقة الرابع عشر من جامفي وما سابقها وما لحقها من أحداث لم تنكشف بعد للشعب التونسي الأنوار كتبت في صفحتها الرئيسية عنوانا بارزا تفاصيل ما لم يقوله الجنرال شبير عن إبعاد بن علي في الرابع عشر من جامفي حيث أشارت أن ردود الأفعال حول تصريحات الجنرالات هو ما يلخص حالة من القلق من ظهور الحقيقة التي يجب على الشعب أن يعرفها الصباح عالجت الموضوع الاقتصادي تحت عنوان الفضاءات التجارية الكبرى بتونس دفع كبير الاقتصاد وكارثة على السلوك الانفاقي للمستهلك مؤكدة أن 42% من التونسيين لهم سلوك انفاق عشوائي مع غياب الإجراءات الإصلاحية الهيكلية لتعصير القطاع التجاري في تونس الذي تستحوذ عليها الفضاءات الكبرى بنسبة 50% من عدد المستهلكين الصحف الناطقة بالفرنسية بدورها تناولت عديد المواضيع الوطنية حيث خصصت لكوتديان في افتتاحية مساحة لموضوع مناظرات الانتدابات في الوظيفة العمومية في تونس معتبرة أن غياب الشفافية ساهم في فساد هذه المناظرات لبريس بدورها صلت التضوء على اهد اهتمام المجتمع المدني بإحداث هيئة الحقيقة والكرامة التي ستنشئ بموجب قانون العدالة الانتقالية الذي انتظره المجتمع المدني وانتظره الشعب التونسي وسيعرض في القريب على المجلس الوطني التأسيس قادمة الأيام لتوهتمت بموضوع العنف المصلب ضد المرأة في تونس وفقا للإحصائيات الصادرة عن منظمات مدنية اعتبرت أن 47% من التونسيات يتعرضن لأصناف مختلفة من العنف المادي والمعنوي معتبرة أيضا أن هذا العنف المصلب ضد المرأة الظاهرة عالمية يجب التصدي لها من طرف الدورة والقانون والمجتمع المدني للوقوف في وجه هذا العنف المصلب ضد المرأة هذا تقريبا أهم ورد في من عنوين في الصحافة التونسية الصادرة اليوم الثلاثة لك مراسل قناة المغربية في تونس غفران حسيني وإلى فقرة الكاريكاتور ومختاره لكم طاقم قالت الصحف والبداية بالمصار العربي أو الجور دلجيري المصار آخر ساعة عن جناف كذلك أظن أنها المصار المصار العربي الوطن ولمتا وبفقرة الكاريكاتور نأتي إلى نهاية هذا العدد من قناة الصحف إلى الملتقى اشتركوا في القناة